دلوقتي مشاهدين مع دموجز الأهم الأخبار مع مرنة شكرا شازلي أثامنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جراناتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم قام رئيس عبدالفتاح السيسي وقادة مجموعة العشرين بوضع أكليل الظهور على الضريح المهتمة غندي هذا وتتوصل اليوم فعليات قمة زعماء دول مجموعة العشرين بنيو دلهي في يومها الثاني والأخير والتي تشهد إقرار إعلان يدلهي الذي يتضمن القرارات والتوصيات التي وافق عليها زعماء المشاركون بالقمة شارك رئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال الجلسة لفتتحية للقمة ثامن عشرة لقادة مجموعة العشرين وفي كلمته خلال الجلسة لفتتحية أعرب الرئيس السيسي على تطلع لخروج القمة برسالة قوية ترتقي لمستوى المسئولية الملقى على عطق القادة لتحقيق أمال الشعوب وأوضح أن تحقيق الأهداف المشتركة وسط تحديات غير مسبوقة يتطلب منظورا شاملا لترتبات يكون محوره النظام متعدد الأطراف نفتا إلى همية دور مجموعة العشرين على صعيد معالجة اختلالات الهيكل المالي العالمي وتطوير مؤسسات تمويل الدولية مع وضع حلول مستدامة للمشاكل الهيكلية التي تواجهها دول نامية شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الأفريقية الأوروبية مصغرة التي عقدت على همش أعمال لقمة مجموعة العشرين في نيودالهي وجمعت قادته وممثل عدد من الدول الأفريقية والأوروبية وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة للتحاد الأفريقية بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشهدت القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة مناقشة مستجدات عدد من الملفات ذات الهتمام المشترك خاصة عضوية للتحاد الأفريقي في مجموعة العشرين حيث تم ترحيب بهذه الخطوة وأشر رئيس سيسي لأن احتواء تحديات أزمة الغذاء في القارة الأفريقية يستدعي وضع رؤية مشتركة لتعزيز حكمة منظومة الأمن الغذائي العالمية كما أكد الرئيس سيسي أن تفعيل البرنامج الأفريقية الشامل للتنوية الزرعية يعضو من أهم أولويات الرئاسة المصرية للنيباد بما يدعم الأمن الغذائي في أفريقيا أعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى 2012 وفاة و2059 إصابة من بينها 1404 حالات خطيرة وأوضحت الداخلية المغربية في بيانا أن القوات المسلحة المغربية والسلطات المحلية للمدن والمناطق المنكوبة التي دمرها الزلزال تواصل أعمال الإنقاذ والإغاثة وكان العهل المغربية الملك محمد السادس قد أمر بأعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكس الأعلام على المباني الحكومية حدادا على أرواح ضحايا الهزة الأرضية التي ضربت عددا من المدن المغربية أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل وفدت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحية وقنابل الغاز السام المسيل الدموع صوب عدد من الشبان والأطفال عند مدخل مخيم العروب متسبب بإصابة الشاب بالرصاص الحية في الظهرة ونقل من قبل توقم الإسعاف إلى مستشفى اليمامة في بيت لحمة حيث أعلن الأطباء عن استشهاده متأثرا بإصابته الحركة استخدمت الشرطة الهولندية خراطيم المياه لتفريق ألاف من النشطاء المدافعين عن المناخ الذين كانوا يحتاجون على طريق سريع للمطالبة بإنهاء الدعم الحكومية لصناعة الوقود الأحفورية وسار أكثر من عشرة ألاف شخص على طول الطريق السريع المؤدي إلى لهاي متجاهلين تحذيرات السلطات بأعدم إغلاق شوريان المرور الرئيسي المؤدي إلى مقر الحكومة الهولندية وقالت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على 2400 متظاهر بينهم قصر ولم ترى التقارير عن وقوع إصابات أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كارليو بودانوف أن ضربات بلاده التي تطال الأراضي الروسية تستهدف بالدرجة الأولى الصناعة العسكرية وقال خلال مشاركته في مؤتمر بكييف أن هذه الهجمات تستهدف قبل كل شيء مؤسسات المجمع العسكرية الصناعية الروسية وارتفعت في الأشهر الماضية وثيرة تعرض الأراضي الروسية سواء في المناطق الحدودية أو بعيدا منها وصولا إلى موسكو لهجمات معظمها باستخدام المسيرات وبتت أوكرانيا تتبنى بشكل عالني عددا أكبر من هذه الهجمات طلب وزير الدفاع الأوكرانية راستم أميرافا من دول الغربية تزويد بلاده بمزيد من أسلحة ثقيلة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه قوته لاستعادة أراضي تسيطر عليها روسيا وقال خلال مؤتمر في كييف إن بلاده ممتنى لكل الدعم الذي تم توفيره مشددا على حاجة كييف إلى مزيد من الأسلحة ثقيلة وكانت أوكرانيا قد بدأت في يونيو هجوما مضادا لاستعادة أراضي تسيطر عليها القوات الروسية في شرق أوكرانيا وغنوبها انتهى موجزة ثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير مصر بعض الفوصل ترجمة نانسي قنقر